ينضم معنا في هذه الأثناء عضو طيارة الحكمة السيد رحيم العبودي للحديث أكثر حول آخر المستجدات المتعلقة بأزمة انتخاب رئيس جديد للبرلمان مرحبا بك سيد رحيم وشكرا لتلبيتك دعوة الحوار بالنسبة إلى كرسي رئاسة البرلمان يعني بقي 195 يوم شاغرا والخلافات السياسية مستمرة إلى حتى الآن هل برأيك أن حالة الشغور ستبقى مستمرة لحين انتهاء الدورة النيابية الحالية تفضل بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لستضافة تعيي لكم أهلا ومسان سعيدا على مشاهديكم ومتابعكم الحقيقة للأسف هذا التباطئ وهذا التخادم وهذه قضية المماطلة والتسويف في قضية رئاسة البرلمان هي لا تفضي إلى نتائج محمودة طبعا فيما يخص العمل السياسي فيما يخص التطور والعمل على انضاج التشريعات النهوض بالأداء البرلماني الأمور التي تقف خلف تعطيل عملية انتخاب رئيس البرلمان هي ليست في ذات المصطح العليا للبلد هي في مصالح أشخاص في مصالح أحزاب وبالتالي هذا أمر غير صحيح ولا يجب استمراره ونحن في الحكمة نشدد على أن يكون هناك موعدا لانتخاب رئيس البرلمان وأن يكون هناك اتفاق القوى السنية المحترمة على شخصية واحدة وبالتالي يمكن العبور إلى الضفة الأخرى وهذا هو ما يجب أن يكون في ظل هذا الهدوء السياسي في ظل العمل على تلبية حقوق المواطنين تلبية رغبات المواطنين وبالتالي الشارع يريد أن يرى رئيسة البرلمان ويريد أن يرى عمل رقابي عمل أكثر نشاطا بالنسبة للبرلمان الذي سيعطل بعد مدة ليست بالقصيرة وبالتالي ستكون هناك عملية قد تكون نسيان لهذه القضية وبينما هي قضية مهمة جدا ويجب أن يكون العمل سريع عليها سيد رحيم مرحب بك معنا مرة أخرى في نشرتنا الرئيسة بخصوص موضوع ترشيح أو تقديم مرشح واحد لرئاسة البرلمان يعني هناك من يقول بأنه من استحقاق مثلا المكون السني أن يأتي بأكثر من مرشح ويتم التصويت عليهم يعني هل هو أصلا قانوني موضوع الدخول بمرشح واحد إلى الجلسة طيب الإطار التنسيقي هو من يملك الكلمة الفصل في هذا الموضوع يعني أنتم تتملكون المقاعد الأكبر صوتوا لشخصية معينة وخلوها تمضي ابتداء بديهي الدخول بعدد من المرشحين لكن الاتفاق والتوافق والقرار يجب أن يكون باتجاه شخصية واحدة اليوم نرى هذا التشتت في الموقف السني وهو أمر يعني أصبح يتضخم وأصبح يعني فيه نوع من السيولة السياسية وهذه السيولة السياسية بالتأكيد لن تقف عند مواقف ولن تكون لها مواقف ولن تكون لها قرارات إذن العمل يجب أن يكون بجدية أكثر يجب أن يكون بعناوين أعلى وأسمى وهي أن تكون مصلحة الشعب العراقي وخصوصا فيما يخص قضية المكون وحقوق المكون وهذا أمر يعني اليوم هو مدعاة لمراجعة العمل السياسي بالنسبة لهذا المكون المحترم وخصوصا الدوات المسؤولين عن طاولة الحوار يجب أن تكون هناك طاولة حوار حقيقية لا أن تكون عملية المهاترات وعملية الشد والجذب وأن تكون هناك عملية تصعيد في قضية شأن مهم لدى المكون إذن حينما نلقي الكرة بملعب الإطار هي عملية تملص من المسؤولية هي عملية الذهاب باتجاه إلقاء اللوم على الآخرين في قبالة حقوق هي بالأساس يريد الإطار أن يحافظ عليها في ظل هذا التوافق السياسي وهذا الاستقرار السياسي العمل يجب أن يكون على مراعاة المصلحة العليا وأيضا العرف السياسي الذي ساد على أن تقسيمات المناصب تكون رأس الجمهوري المكون الكردي رأس الوزراء للمكون الشيعي ورئاسي للبرلمان للمكون السن المحترم إذن العمل يجب أن يكون بهذا الاتجاه باتجاه ليس التصعيد بل هو التأكيد على الحقوق والمضيبها نعم بعض القوى السنية تؤكد أن هناك تعمد من بعض الجهات بتعطيل حسم انتخاب رئيس البرلمان ما تعليقكم على هذا التعمد أو على هذا الموقف من بعض القوى السنية يعني للأسف التخادم هو سيد الموقف التخادم فيما يخص عملية عدم إيجاد جلسة التخادم في قضية شغور المنصب واستمرار شغوره التخادم فيما يخص أن الفوضى هي سيدة الموقف في كل جلسة تخص رئيس البرلمان وانتخاب رئيس البرلمان كل هذه التفاصيل نحن نشخصها ونقول بأن العمل لا يجب أن يكون بهذا المستوى وبهذه الركاكة العمل اليوم السيد المندلاوي يطلع بدور كبير جدا يحاول دائما أن تكون هناك جلسة حقيقية أن تكون جلسة بمستوى الفرلمان العراقي بمستوى العراقيين بمستوى الأداءات التي يجب أن ينهض بها الفرلمان النيابي العراقي رأينا الشفافية العالية في الانتخاب الشفافية العالية في قضية النتائج وأنها تكون على الهواء مباشرة الحقيقة كان جو يبعث على السرور ولكن النتائج بما بعد جلسة الانتخاب يبدو أن هناك تلاعب في الإعدادات يبدو أن هناك سيناريوهات تعدد جلسات تسبق الأحداث وبالتالي هذا أمر غير صحيح يجب أن يكون هناك عمل من أجل أن تكون هناك مخرجات حقيقية كلما كانت المدخلات بشكل واقعي ومنطقي تكون المخرجات هي في المصطحة العامة وفي مصطحة البناءات طيب سيد رحيم ما موقفكم أنتم كتيار حكمة ما موقف قوى الإطار التنسيقي من إدراج فقرة انتخاب رئيس البرلمان أو إجراء جلسة في أقرب وقت ليحسم هذا الملف وما المانع من الأساس من إجراءها يعني كثر اللغط في أن الإطار هو من يعطل كثر اللغط في أن يجب على الإطار أن يتحمل المسؤولية كثر اللغط بأن من يريد أن يعطل هذه القضية هو الإطار لكن في حقيقة الأمر وبشكل واضح وصريع أن من يعطل هم أبناء المكون ذاته من يعني يقلب الموازين في الجلسة هو الأبناء المكون ذاتي أكثر من مرة كان هناك اتفاق على موعد الجلسة وخصوصا قبل هذه الجلسة الأخيرة لكن هناك عملية محاولات سياسية أوراق ضغط تستخدم العديد من المحاولات السياسية تستخدم في إطار عملية تعطيل الجلسة لكن هذا غير صحيح اليوم العمل يجب أن يكون بإجتهاد من أجل أستاذ رحيم تسمح لي أقاطعك بهذه النقطة حضرتك لكثرة نقطة مهمة وهي تشتت الأصوات في المكون السني لكن أسألك سؤال أليست أصوات الإطار التنسيقي أيضا مشتتة في هذا الخصوص لكن باختصار بعد إذنك أكو طرف من الإطار التنسيقي يصوت لمرشح معين وطرف آخر يصوت لمرشح آخر هذا متشتت؟ وهذه هي الديمقراطية الإطار غير معني بالمنصب المنصب هو من حق المكون السني المحترم وبالتالي عملية الإجماع تأتي من المكون حينما يكون هناك إجماع في المكون سيكون هناك إجماع لدى نواب الإطار باتجاه هذه الشخصية هذه هي الحلقة المفقودة هذا ما يعطل قضية أن يكون هناك إجماع وتصويت بالمجمل من قبل قوى الإطار لشخصية معينة وضاحت الفكرة أشكرك جزيلا شكرا عضو طيار الحكمة السيد رحيم العبودي على كل هذه التفاصيل والإضاحات شكرا جزيلا